وينضم إلينا من بروكسل مراسل سلام كيالي ليضعنا في تفاصيل أوفة طبعا على سلام وأريد أن أفهم منك سلام مسألة الشراكة يعني ربما أهم القضايا المطروحة هي شراكة الاتحاد مع دول جنوب المتوسط ما الذي يبحث عنه الاتحاد في شراكته تلك نعم بطبيعة الحل هذا الملف سيتطرق له المجتمعون يوم غد في اليوم الثاني لاجتماع المجلس الأوروبي عمليا هم سيتفقدون أو سيراجعون الاستراتيجية التي كانوا قد وضعونها واتفقوا عليها في قمتهم أو في اجتماع المجلس الأوروبي في ليسمبر الماضي عام 2020 حيث أجمعوا بأن الديمقراطية هي السبيل الأوحد لاستقرار وثبات الأوضاع في دول جنوب المتوسط أيضا هم يسعون إلى إجراء شراكات أخرى وحتى استثمارات ربما اقتصادية لإنعاش هذه الدول اقتصاديا واجتماعيا مجتمعيا من الناحية الاقتصادية هذا هو الملف الذي سيتطرق له المجتمعون في اليوم الثاني أيضا في اليوم الثاني وبالشراكة وبالاشتراك وبوجود مؤمنين عام حلف النيتو سيكون الملف هو الشراكات العسكرية أو سياسات العسكرية المشتركة ما بين الاتحاد والنيتو وأيضا مع الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تقوي الدفاعاته وهجومه من ناحية الاستعدادات العسكرية وأيضا سيتم مراجعة ميزانية الدفاع المشتركة وسياسة الأمن المشتركة لدول الحلف وخاصة وبالشراكة مع الحلف النيتو سيتم التناقش بما يخص ملف الأمن السبراني حيث يتعرض الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي تتعرض لهجمات سبرانية في الآوينة الأخيرة وهو ما يستدعي لشراكة أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية في زيارة قام بها خلال زيارة قام بها يانس تولتنبرغ لمقار المفوضية اليوم هو ربما يكون الملف الأهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي بسبب الجائحة اليوم سيناقشون بشكلينك على مدار اليوم الاجتماع سيبدأ على الساعة الثالثة سينقشون ملف كورونا ووضع الجائحة في الاتحاد الأوروبي والسياسات التي ربما قد يتخذونها خاصة أن الأوروبيون يتخوفون من احتمال موجة جديدة هل سيكون هناك كلام سلام عن توزيع اللقاحات وكيف سيتم بين دول الاتحاد طبعا؟ طبعا سيتم الحديث ربما هناك خطوة متطورة أكثر في هذا المجال سيتم الحديث عن إمكانية منح دول معينة بحسب حالتها الوبائية والتفشي الوباء فيها الوباء فيها بأن تمنح خاصية أو إمكانية بأن تتعاقد مباشرة مع شركات اللقاح التي لم يرخص لها بعد مثل ربما سبوتنيك في أو ربما سينوفارم الصيني باعتبار حالات الوبائية هذا الحديث تم إعلانه يوم أمس لا ننسى أن الخطة التي ورعتها أرسلا فوندرلين رئيسة المفوضية نوعا ما قد فشلت باعتبار أن منح ترخيص لثلاثة شركات من أصل ستة تأخر وهناك أصلا تأخر بتقديم اللقاحات من قبل هذه الشركات بمعنى أن ربما يلجأ الاتحاد الأوروبي لتخويل الدول بأن تتعاقد بنفسها مع الشركات الأخرى أيضا سيتم مناقشة إمكانية التعاقد ليس من خلال ما زالت الاتحاد تقصد الدول من فاردة بطبيعي نعم بشكل مباشر بين الدولة أو الحكومة مع الشركات التي لم يتم الترخيص لها خاصة أن الترخيص عبر الاتحاد الأوروبي يتم بخطوات طويلة وهو ما أدى إلى تأخر في عدة مرات أيضا سيتم مناقشة منح شهادات لقاح وما الطريقة التي يمكن أن يستخدم فيها هذه الشهادات وهناك سؤال مطروح ترحه يوم أمس في المؤتمر الصحفي هل من تلقى اللقاح آمن من الفيروس المتحور الجديد أو حتى من الفيروسات هل يمكن أن ينقل الفيروس بحال كان قد تلقى اللقاح بمعنى هو لن يصاب لكن ربما قد يكون حاملا هناك تجارب تجرى حاليا على هذه الفكرة وعليها سيقرر من إذا كان الاتحاد الأوروبي سيستخدم هذه اللقاحات لأغراض السفر أم لا عدة مواضيع وملفات عدة أيضا بالخصص نكتفي بهذا القدر شكرا جزيلا لك من بروكسل زمين سلام كيان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر